من بعد كامال بدك يعيط المريم وهو يجي ويلقاء ساليمة هي اللي جات ويقول ساليمة اشنو كديري هنا يا علي جيتي قاتليه انا جيت غير انهدر معاك ونقول لك شي هدرا وهي تقول لهم مريم انخليكم منديرون جيكم شو يقول لها كامال لا مريم ما غدي سمشي لتشي بلاسة غدي سمعي كل شي وهي تقول لي ساليمة انا غير جيت باش نعرض عليك العرس ديالي وقالت المريم حتنتي جي معاه من بعد كامال درسه ما سمعهاش وهو يقول للمريم انا غدي نمشي ندوج وخلاهم بجوجات وهنا يا مريم قالت لساليمة سمحي لي انا ما بغيش نكون انا السبب في الفرق ديالكم وهي تقول لها ليكون في علمك باللي انا اللي تخليت على كامال وانا اللي ما بكيتش باغا من بعد ساليمة امشت وهنا مريم قد كتشوف ام صدومة من بعد بنت عيشة كانت كتقرة في واحد الكتاب وهي تجي بنتها ساليمة وهي تقول لها ماما صافي كمال مشا من ايدية مبقشة ماما باغيني وهي تقول لها ماما هانا قلت لك هدله درجة حالها يا بنتي قلت لك رك ما كتديها ش فيها رك ما تتخلى عليك غدي يبدلك بشي واحدة اخرى وهي تقول لها احنا يا بنتي راه العيالات مشي بحل الرجال وهي تقول لها ساليمة علشة ماما يدير بحل هكا وهي تقول لها ماما ها رحت انا اطرا ليه نفس المشكل الشخص اللي كنت كان بغيره تخلى علي حتى تلاقيت مع الشخص اخر اللي بغاني وبغيته ودبا راه مات الله يرحمه وقالت لها ماما ها رادا غادي يرجعها بنتي وغادي يندم را كنتم مع شتوس قليل راه من الطفولة وانتم مع بعضياتكم وهي تقول لها دبا اساليمة بغيتك تكونت مسحي دموعك وترجعي الساليمة القوية اللي كان عرفها وهنا هي تقول لها واخها ماما من بعد وهم يبان كامال ومريم في الكافي كيهدروبيناتهم وهو يقول لها صراحة عدل قيت الانسان اللي كان بغي وانتي امريم راه كان بغي كوراني طالب منك انني انتزوجه انا وياك وما ترفديش هاد المرة وهي تقول لها صراحة انا موافقة ولايني خاصك تعرف علي بزافت الحاجات قال لي انا عارف كل شي مهم انا ابغيتك للزواج ومن بعد وهي تبان نادا والدكتور هشام جول عندهم الكافي وهنا يا كامال قال الاخت دياله نادا غدي نعرفك على مريم اللي طلبت منها الزواج وهي تسلم علي وقاتلها مشرفين وحتى الدكتور كذلك هشام قال لهم مشرفين بكم وهنا يا قال لهم كامال راه غدي تحضروا الحفلة غدي نديرها انا ومريم راه غدي نتزوجوا وهيشام قال لهم مبروك عليكم ومريم قتلهم عقبالكم النادا وهيشام وهنا يتقول لها نادا احنا يا غير اصدقاء وقال لها هشام علش الله راه تفايلت علينا يقدر يكون شي حاجة ان شاء الله من بعد بدأوا كيبتسموا وهو يقول لهم هشام ينكلوا العشاء ويعيط على الملقه وقال ليه جيب لنا العشاء من بعد بنت هيند هي ودريس كانوا هادرين وهو يقول لها قال لها صراحة هيند انتي كتسعجبيني بزاف وانتي مشي بحال حبيبة حبيبة صراحة هي عوناتني ولا اني ما لقيت شيء الراحة معها كتعاملني تعامل خيب حتى ولادها ما كتعاملهم شيء مزيان وهو يقول لها صراحة انا بغيت نهدر معاكم في موضوع اننا تكون على قبيناتنا ويتقول لي هيند الموضوع خليه من بعد يلا نرجع لخدمة ديالنا من بعد بنت نادا كانت جات تفتر معا ماماها وهي تقول لها ماماها مالكي زربانا قلسي تفتري يتقول لها لا ماما راني غادي نمشي ضروري لخدمة قاتلها رانتي هي مولة سبيطار يعني وخط اخرى ما كي نحتشي مشكلة قاتلها لا ماما غاستني نكون في خدمتي في الوقت وهي تقول لها صفي سيري من بعد مشات نادا وهي تجي مونة قاتل ماماها صباح الخير قاتلها ماماها صباح زفت ما كتحملش مونة هي من بعد ويتقول لها مونة معرفش هلشها ماما كتتعاملي معايا به هالطريقة ولاني مدتش فيها ويبدت كتتصف بالابن ديالة كامل ويتقول ليه ولدي فينك ويقول لها قتعيها ماما أنا غير مورك هي ويجي عند ماما وقاتل ليه ولدي اجي تفتر ويقول لها ماما راني بغيت نقول لك الشي هدرا قل لها راني غادي نزوج بمريم ويتقول ليه كيفش غتزوج بيها يلا تلاقيت معاها صفي غتزوج بيها وساليمة مسكينة اللي خليتها ووشن غادي قل لها ساليمة مبقى شي كتبعيني وغادي اه انها تقبل الامر ويتقول ليه لا هاد شي ما تقولوش ما غاديش نتقبلها بالصيفة نهائية وهديك ما غاديش يتزوج بيها وهنا يا مونة بقاتك تشوف فيها ويتقول لها ماما نسية ما غاديش تبدلي خليه يختار اللي بغى من بعد ويتقول لها لاني قلت لك ما غاديش يتزوج بيها وهي بغيت تصرفق وقال لها صرفقيني معا مارك ما غاديش تشوفيني مازال في هاد الدار من بعد امشأ وخلاها وهنا مونة قاتلها ماما معا ماركي ما غاديت تغيري انتي انتي ما هاكا دايرة وهي تصرفق مونة من بعد ويتقول لها بنتي سمحي ليه ومونة مشات خرجات وخلاتها من بعد بنت هنا جات المكتب ديالها وهي تلقى واحد الورقة وهي تهزى وبدأت تقرأ وبدأت تفرحانا ووهزاتها ومشات من بعد وهيت بنت سليمة في الشركة بدت تسنيف شي ورق وكتشوف فيهم وهنا يتصل بماماها قتلها ماما اجي عندي المكتب ضروري اني بغيت نهضر معاك مني جات عندها ماماها قتلها ماما شي حد كي سرقنا في الشركة وهنا ماماها تفاجأت بزاف قتلها عندك صحة الورق كلهم مزورين من بعد بنت نادا جات المكتب قلقت استقالة ديال هشام وهنا بان هشام كان خارج غادي الدار وخارج من السبيطر وهو يشوف هشام وعيدة جات عنده قتله علش انك كتفع لي التليفون ما كتبغيش تجاوبني وهنا هشام قال لها قتلك ما تبغيش يجي عندي الخدمة وصافي احنا سالينا ديال علاقة قتله ما غاديش ينساليها وانا ديما غادي نبقى نجيلك الهناية من بعد هنا يبدك يشوفهم عثمان من البعيد وشافهم وهو ايجي عندنا دا قتله هندا اجي ربغيت نوريك واحد الحاجة مهمة قتله شنو غادي توريني من بعد فجبها لقاهم شاو ما بقوش يتمه هو يقول لها صراحة صافي كنت بغيت نقول لك شي هدرا ولايني صافي من بعد ويتقول لها علاش حطكت الاستيقالة ديال كديرها دارك وما تمشيت تشي بلاسة ويقول لها صافي مراني ما غادي نبشي حت تشي بلاسة ومن بعد نادا مشاته ويقول انا ما غاديشي نخلي داري الواحد غريب من بعد وهي تبان مونا مع الصبا وبدت كتلعب في الجردة وهنا يا جات البات ولجبت لها كاز ديال الحليب وهي تقول لها لجيبه ليا الحليب جيبي ليا شي حاجة لفيها الطاقة قتله الحليب تور فيه الطاقة قتله لا خليني دابان تكونسانترا مع راسي وهي تقول لها ويتقول لها البات ولياك لا بس مونا قتلها والو خليني داباني بغيت نبقى بوحدي من بعد بنت عايشة دايري اجتماع هي وبنتها السليمة وهي تقول لها عايشة قالت الموظفة جبلية دو كلورق وهي تقول لها واش بقي مجاش المحاسب قتلها لا راه بقي مجاش وهي تقول لها راعرف شنو داير وهنا يا ساني ما قتلها ماما علش ما تجيبيش شي واحد جديد يكونوا من هاد الشباب ويتقول لها انت يا ماما شوفي السيفيات ديالهم اختاري واحد فيهم وهنا يا ماما اختارت واحد فيهم وقالت الموظفة هكي تصليب هاد الشخص وقولي لي غدا ان شاء الله يجي يبدأ الخدمة معانا من بعد بنت هين في الدار ديالها وهنا جا عندها اخوها هشام وقال لها صراحة هين درخص كيت القيلية حل مع ديك هيدا راه ديما واقفة ليا حيقدم الخدمة وما بغتش يتبعها دالية وهنا بدأت كاتب تاسم وقال لها عليش